نشير إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن مراسل الحدث اطلاق صفارات الانذار في كرياتشمونة ومحيطها للاشتباه في اختراق مسيرة للأجوى أفادت مصادر الحدث في السياق أن قضية الهجوم الإسرائيلي على رفح برأي الإدارة الأمريكية مسألة منفصلة ورجح مسؤولون أمريكيون للحدث أن يكون الهدف الإسرائيلي من عملية رفح يعادة احتلال الشريط الفلسطيني الكامل جنوب رفح ومحاصرة المنطقة وقال مسؤولون أمريكي للحدث أن الإسرائيليين كانوا يتحدثون منذ أسابيع عملية واسعة أنهم أعدوا آلافا من الجنود لشن الهجوم ولاحظ المسؤول الأمريكي أن الإدارة في واشنطن تراجعت عن تحذيراتها لتل أبيب خاصة وأن الضغوط التي قامت بها رافقت مفاوضات إطلاق صراح الرهائن موضحا أن الولايات المتحدة والقيادة السياسية لديها ألية للتحذير وفرض إجراءات عندما لا تكون واشنطن راضية عن تصرفات إسرائيل